ولسه مكملين مع بعض حلقة الحصاد ومن وجهة نظرك في عشرين اتنين وعشرين تفتكر ايه المواضيع اللي كنا محتاجين نركز عليها اكتر فنقدر نتفادى ده في السنين اللي جاية ايه المواضيع اللي حسيت ان احنا محتاجين نشتغل عليها اكتر يعني هو لغاية دلوقتي احنا طبعا فيه احتكاك دائم من الكاتب المصري بالاحداث الاجتماعية والتحولات اللي هي ايه الاناية يعني احنا بنشتغل انا شايف ان احنا مركزين اكتر على احداث لسه موجودة على الكاش ميموري لسه موجودة في الملعب لكن احنا انا شايف ان لسه محتاجين نعمل اعادة قراءة اكتر لتاريخنا الزاخر لان احنا دلوقتي انا ما ينفعش ان انا قيس بلد زي مصر يعني بكل هذا التراكم وكل هذه الحالة الحضرية المزهلة تحليلها انك انت تشتبك مع حاجات فورا انا شايف ان هو ده مش دايما بيكون يعني احسن حاجة تتعامل لكن انت عندك في حاجات لسه محتاج انك انت تقدر تقيمها بشكل يعني بشكل احسن ونكتب عليها اكتر ونكتب عنها اكتر زي ايه يعني احنا مثلا دلوقتي الدراما انا شايف مثلا من الحاجات الاحداث اللي كانت مسيرة جدا وكان فيها نقاشات وانا حصل فيها نقاش بالنسبة لي حتى على المستوى الشخصي مع مستويات متعددة من الناس يعني من درجات الوعي زي المسلسل مثلا بتاع الاستاذ الكبير نجيب الرحاني اللي هو الضحك الباكي عن سيرة نجيب الرحاني ده حالة هي طالعة من الانتاج دراما ده انا شايف ان دي حالة محمودة جدا ان يكون نقاشاتنا واهتماماتنا في موضوع زي شخصية زي دي والدليل على كده مثلا ان من اهم الترندات الثقافية الحاجات اللي كانت مهمة اوي السنة دي والناس ركزت فيها القصة بتاعت نجيب محفوظ والخاصة بالاغلفة بتاعته في طبقاتها الجديدة تجديد الاغلفة اعادة تاني مرة تانية ابتكار للاغلفة للأديب نجيب محفوظ صحيح فهو ده ده مؤشر ان هو الناس ايه الحاجات اللي الناس لغاية دلوقتي حتى عايزة تعمل لها بلورة يعني انت في حاجات يعني مثلا ودلع لكده حتى ان شخصية مثلا زي كوكب الشرق ام كلسوم يعني ام كلسوم شخصيا اللي هي يعني عاصمة الفن في الوطن العربي والشخصية الاهم يعني اللي وصل يعني تقدرها لمرتبة لم يصل لها فنان في الشرق ام كلسوم لما اتعامل المسلسل التلفزيوني الخاص بيها ده اعاد اعاد نظرتنا من جديد لها ومعرفتنا بيها عند القرأ العام اعمل كتابين السنة دي عنها اعمل كتابين عنها بالزبط انا فكرة السنة دي الكتاب اللي اتعامل اللي صدر عن دور ام كلسوم في المجهود الحربي ده كان رائع احنا عملنا عنه حلقة كان رائع بصراحة كانت ام كلسومه سنوات المجهود الحربي قد ايه يتكلم عن دورها وعن وطنيتها وقد ايه كان فيه رسائل في غاية الاهمية الحقيقة الكتاب ده بالمناسبة من اهم طبعا كتب العام وهو اشارة لفكرة برضو اللي احنا بنقول عليه اللي هو انك انت ممكن تعمل كتاب يمر مرور العابرين ما حدش حس بيه لكن انت ما تيجي تعمل كتاب ده الراجل ده عاد لنا فصل استاذ كريم المالف عاد لنا فصل من اجمل فصول الوطنية المصرية ومن اجمل فصول من ام كلسومه من اجمل فصول الوطنية المصرية ومن اجمل فصول الفنية المصرية كمان لانهو ده مشتبك مع وقائنا الاجتماعي وحالتنا ده يخليك تتأمل احنا بنقول ليه ان احنا محتاجين ننظر في سريطنا مرة اخرى لانه هو ده هي كل الاشارات والعلامات والدلالات على اللي جاي احنا نقدر نشوف احنا ما نشوف ام كلسوم تعمل لما اي فنان لسه بيبدأ حياته ويشوف ام كلسوم وسنوات المجهود الحربي عملت ايه مع بلدها عملت ايه حتى مع نفسها ده هو الموضوع عشان كنا بنتكلم عن سنوات المجهود الحربي على فكرة حتى في سنوات المجهود الحربي ام كلسوم عملت لنفسها عملت لنفسها لأنه هذا واجبنا هو الفنان أنت بتعمل لبلدك أول شخص بيستفاد أنت